السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معنا في فيديو جديد هنشارك معكم النهاردة طريقة تحضير رز بلبن في الفرن بطريقة ومكونات سهلة جدا وبسيطة جدا يلا نبدأ بسم الله ونقول المقادير المقادير بتاعتنا نص كباية رز لتر حليب معلقتين كبار نشا 3 ربع كباية سكر وكيس بانيليا اول خطوة هنعملها هنحط الرز في حلق او كسرونة وعليه نص لتر مية ونولع عليه على نار متوسطة لحد ما يشرب المية بتاعته كلها ودلوقتي هنجيب حلة نحط فيها لتر حليب ونولع عليه لحد ما يقرب يغلي نضيف السكر كده اللبن خلاص هيبدأ يغلي هنضيف السكر كباية اللي ربع ونقلبه كويس لحد ما يدوب وبعدين هنجيب مية حوالي نص كباية وندوب فيهم معلقتين نشا ونحط كيس البانيلي عليهم ونضيفهم على اللبن ونقلب تاني لحد ما نصل للقوام المطلوب من هو يبدأ يتقل معانا ويبقى كريمي شوية ممكن في الخطوة دي تستبدل المية باللبن بس المهم ان يكون اللبن بارد هتستخدمي ربع كباية او يعني اقل من النص شوية لحد بس ما النشا يدوب هنقلب كويس وحنا بنضيف النشا ونحطه يعني شوية بشوية بالتدريج نتحطهش مرة واحدة وقلب كويس بمضرب سلك وبعدين هنبدأ نضيف الرز بعد ما القوام يتقل كده ضفنا الرز وطبعا هو كان يستوى وشرب المية بتاعته صفناه وضفناه على اللبن ونقلب كمان تقلبتين كده ياخد له غلويتين وبعد كده نطفي عليه دلوقتي هنجيب صانية نحط فيها الاطباق او الطواجن اللي هنستخدمها طبعا مهم جدا انها تكون بايركس او فخار او الامونيوم عشان تستحمل حرارة الفل الكمية اللي عملناها ديت هتاخد حوالي خمس طواجن هنبدأ ننزلها براحة بحيس ان هي ما تبهدلش الحروف ولو فيها جوائية على الاطراف ممكن برضو بعدين نمسحها بمنديل بحيس انها ما تتحرقش وهي موجودة في الفرن تمام كده حطينا الكمية كلها هنمسح بس الاطراف ديت علشان ما تتحرقش معنا في الفرن ونحط في الصينية كوبايتين مية وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 بتقعد حوالي خمسة وعشرين دقيقة الفرن يكون شغال من فوقه من تحت لو عندك الفرن بيشتغل من ناحية واحدة بس فحطيه من تحت حوالي عشرين دقيقة او ربع ساعة وبعد كده ولاها عليه شوال حد ما يحمر ده الشكل النهائي بعد ما طلع من الفرن هنحط دلوقتي في التلاجة علشان يبرد كويس طبعا كل ما قعد في التلاجة كل ما بقى احسن شايفين قدقي شكله جميل دلوقتي بعد ما طلع من التلاجة هنحطه في طبق التقديم شايفين قدقي محمل وشكله جميل وهتشوفوا قوامه دلوقتي من جوه ممكن تزين الوش بمكسرات لو حبيتي او تقدمي كده من غير حاجة هنا حطينا مكسرات مشكلة وفزده شايفين قدقي شكله جميل وقوامه كريمي جدا اتمنى تطبقوا الوصفة وبالفة هنوشفة ليكم ولولادكم لو عجبتك الوصفة تتمنى تدوسي لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اشوفكم على خير في الفيديو الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة